ايه معنى الصدقة في المنام؟ لما اشوف نفسي ان انا بتصدق او ان انا بوزع صدقات بقى ان كان من مال ان كان من طعام على اشخاص ايه معنىها؟ اولا جزء ان انا بتصدق وانا مش عارفة انا بتصدق بايه خالص فده معنى انه انتبه قوي للرؤية دي وقت ما شفتها وبعد ما هتشوفها لانها هيحصل تغيير كبير باذن رحمن من بعدها الصدقة طالما كانت غير معلومة ده معنى ان دفع ضرر ودفع تعصر دايما بتجي لمن؟ بتجي للناس اللي عندها وقف حال وقف حال بقى في ناحية زواج وقف حال في عمل عندها مشاكل في الانجاب ومن بعدها بتلاقي ان الامور دي ابتدت اللهم بارك يحصل فيها تيسير ان الامور دي ابتدت تقضى ابتدت الامور تتيسر معك وتتحسن من بعد رؤية الصدقة طيب لو انا شفت بقى ان انا بتصدق بس انا شفت انا بتصدق بايه مش صدقة وخلاص الصدقات هنا بتختلف يعني لو انا شفت نفسي ان انا بوزع حليب او لبن على اشخاص ايه معناها؟ الصدقة هنا بمعنى ان انت عندك علم شرعي ولازم تنفع به غيرك فدايما دي حتلاقيها ان هي يعني بتكون للناس اللي هي في مجال العلم الشرعي في المجال الديني او الدعوة دايما هتلاقي ان الرؤية دي بتتكرر عليهم هما فدا توزيع الحليب او اللبن هنا طيب لو انا شفت ان انا بوزع طمر الطمر لو انت وزعته محمودة جدا لان اعرف ان الطمر ده باذن الرحمن انه في الفترة اللي جاية فيه التزام في ناحية السنة عندك يعني الناس اللي مقصرة في ناحية السنة تنتبه للرؤية دي حتلتزم انت في ناحية السنة وهتتحسن احوالك في اكتر من موضع وده معنى الطمر هنا طيب لو انا شفت ان انا بتصدق على هد بس بسقيا الماء شفت اني بوزع على الناس مية ايه معناها المية لو وزعتها ده معنى ان الشخص ده عنده علم ولكن ما بينفعش غيره بيه فجزء ان انا وزعه ده معنى ان العلم اللي عندك ده ايا كان هو ايه هنا مش بمعنى علم شرعي لا الماء ان انت تيجي توزعه فده معنى ان علمه هنفع بيه غيري اكتر من فرد فالصدقة بتختلف اذا كانت غير معلومة ولا لو تحددت اتحددت اعرف على طول نوع الامر اللي انت كنت بتوزعه وحاول تقوم بالنصير